امتحان علوم الصفة الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 20-22 السؤال الأول ألف اختر الإجابة صحيحة من بين الكوسين عند إضافة خراضة النحاس إلى حمض الهيدركلوريكي مخفف يتصاعد غاز الهيدروجين يتكون محلول كوريود النحاس لا يحدث تفاعل يتكون أكسيد النحاس لا يحدث تفاعل عند زيادة تركيز المواد المتفاعلة أثناء التفاعل الكيميائي فإن عدد التصادمات بين الجزئات المتفاعلة يزداد لا يتغير يقل ثم يزداد يقل يزداد يجب ألا يزيد مقدار ما يتعرض له العاملين في مجال الإشعاع النووي عند نقط ملي سيفرت خمسة تمانية عشرين عشر طبعا كام؟ عشرين ملي سيفرت أربعة أي العلاقات البيانية التالية يعبر عن قانون أو الشكل رقم ألف ولا باء ولا جيم ولا دال ألف ودال ده علاقة عكسية وجيم ده ستة طبعا يلاقها بين فرق الجهد وشهد طائرة علاقة إيه؟ ترضيه يبقى الشكل رقم كام؟ رقم باء باء عبر عن كل مما يأتي بمصطلح علمي مناسب 1- علبة معدنية توجد في السيارات الحديثة لمعالجة الغازات الضارة النتيجة عن احتراك الوكون المحول الحافزي 2- المبانعة التي يلقاها الطيار الكهربي أثناء سريان في مواصل 3- المقاومة الكهربية 3- استفات الغير قابلة للانتقال من جيل إلى آخر 4- استفات المكتسبة 4- التغير في تركيز المواد المتفعلة والمواد النتيجة من التفاعل في وحدة الزامن 5- سرعة أو معدل التفاعل الكيميائي 5- علل لما يأتي 1- يفضل استخدام الطيار المتردد عن الطيار المستمر 6- ليه؟ 7- لأنه يتم نقله لمسافات قصيرة أو طويلة 8- ويمكن تحويله إلى طيار مستمر 9- صفة شحمة الأزن المنفصلة تسود على صفة شحمة الأزن المتصلة 10- لأن جين شحمة الأزن المنفصلة يسود على جين شحمة الأزن المتصلة في حالة وجودهما معا تبعا المبدأ السيادة التامة 11- السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي 1- عاملة الصفة الوراسية يكونان متشابهين في الفرد الهجي عبارة خطأ يكون مختلفين 2- يعتمد انتقال الشحنة الكهربية بين موصلين متلمسين على شد الطيار الموصلين عبارة خطأ على وجود فرق في الجهد بينهما 3- يهتم مشروع الجينوب البشري بتأثير التفارات المختلفة على عمل الجينات عبارة صحيحة 4- عند تسخين 3 جرام من عامل حفاز في تفاعل ماء فإن كتلة العامل حفاز بعد انتهاء التفاعل تكون أقل من 3 جرام طبعا إيه؟ عبارة خطأ تساوي رقم بقى استخرج الشاز من الكلمات أو العبارات ثم اكتب ما يربط باقي الكلمات أو العبارات 1- طبيعة المتفعلات تركيز النواتج درجة حرارة تفاعل العوامل الحفازة برافو تركيز النواتج طيب الرابط العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي 2- تشخيص وعلاج بعض الأمراض القضاء على الآفات تصنيع الكمبولة الزرية التنقيب عن البترول طبعا إيه؟ تصنيع الكمبولة الزرية طيب الرابط 3- الاستخدامات السلمية للطاقة النووي 3- الكزامة البول السكري السرطان العملكة برافو السرطان أمراض نتيجة عن الخلل الهرموني للإنسان 4- الغدد النخمي الغدد اللعبية الغدد الدرقية غدد البنكجيائيس برافو الغدد اللعبية طيب الرابط غدد سما أو لا قانوية جيم وضح بالمعادلات الرمزية المتزنة كل من 1- تسخين كبريتات النحاس الزرقاء C-U-S-O-F-4 حرارة بينتج C-U-O أكسيد النحاس وتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت S-O-3 2- تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع كربونات السوديو N-A-2 C-O-3 2-H-C-L مخفف بينتج 2-N-A-C-L كلوريستوديوم زائد المية H-O وتصاعد غاز C-O-2 ثاني أكسيد الكربو السؤال الثالث ألف قعد كتابة العبارات الأتية بعد تصويد ما تحته خط واحد عند تلقيح نبات بازلاء أحمر أزهار مع نبات بازلاء أبد الأزهار تندج نباتات جمعها سفراء الأزهار طبعا ايه تندج ايه؟ نباتات جمعها أحمر أزهار اثنين تحتوي أنوية زرات العناصر المشعة على عدد من البروتونات يزيد عن اللازم نستقره طبعا عدد ايه؟ النيوترونات ثلاث نسبة الأمشاج تي كابتل أر كابتل في نبات بازلاء تركيب الجيني تي كابتل تي سمول أر كابتل أر سمول يكون خمسة وسبعين في المئة تبقى للقانون الثاني لمندل طبعا يكون تبدو كام خمسة وعشرين في المئة أربعة يمكن التحكم في قيمة فرق الجهداء وشد الطيار المار في الدائرة الكهربية باستخدام المحاول الكهراوي باستخدام ايه؟ الريوستات المنزلق او مقوم مطايرة با اكمل العبارات الاتية بما ينسبها من كلمات واحد مطرات الفضة اي جي ان اسري لس ان اي سي ال طبعا بيانتب ايه؟ ان ايه ان اسري زائد راسب ابيض من اي جي سي ال كلورد الفضة اتنين يدخل عنصر اليود في تركيب هرمون مراف الثيروكسي ثلاثة يفرز البنكلياز هرمون نقط عندما ترتفع نسبة سكر الجولوجوز في الدم طبعا هرمون مين؟ الانسولين اربعة زد ان بلاس تو اتش سي ال بيانتج زد ان سي ال تو كلوريد الخارسين زائد غاز الهيدروجين اتش تو اتساعد جيم في الدائرة الكهربية الموضحة بالرسم اذا كانت كراءة الاميتر واحد من عشر امبير ومقاومة المصباح ستين اوم والقوة الدفعة الكهربية لكل عمود من الاعمدة الكهربية المكونة البطارية تساوي واحد ونص فولت احسن عدد الاعمدة الكهربية المكونة البطارية واللازمة لضاية المصباح طيب الاول نحسب مين فارق الجهد المار في الدائرة جيم بتساوي المقاومة في الطيار تساوي ستين في واحد من عشرة تساوي ستة طيب عدد الاعمدة بتساوي قوة الدفعة الكهربية على كاف العمود الواحد يعني ستة على واحد ونص تساوي كام اربع اعمدة السؤال الرابع الف اختر من العمودين با وجيم ما يناسب العمود الف رقم واحد الاميتر رقم دل يستخدم في قياس شدة الطيار كهرابي بواحدة صح كولوم على ثانية يبقى نون اتنين البطارية صح رقم ها تندج كمية من الكهربية في الدائرة الكهربية تقاس بواحدة صح رقم مين كولوم تلاتة الاميتر رقم الف يستخدم في قياس المقامة الكهربية بواحدة صح فولت على امبير يبقى رقم زيش اربعة الفولتا متر رقم با يستخدم في قياس فرق الجهد بواحدة رقم لم صح جول على كولوم با اولا لمن تنسى بالاعمال الاتين واحد وضع نموذج الجزء الديلني واتسون وكريك اتنين تأسيس علم الوراثة مندل ثانيا ما هو العامل المختزل في التفاعلين الاتين طيب رقم واحد طبعا هنا الهيدروجين تحدث له عملية اكسادا يبقى هو عامل ايه عامل مختزل يبقى اتش تو الهيدروجين طيب معاية التانية السوديو مع كلور اللي بيحصل لعملية اكسادا مين براف زرة السوديو يبقى هو عامل ايه عامل مختزل يبقى زرة السوديو جيم احسب شدة الطيار الكهرابي الناتج عن مرور كمية من الكهرباء مقدارها تلتلاف وستمائة كولوم في مقطع موصل خلال خمس دقائق طيب شدة الطيار بتساوي كمية الكهرباء على الزمن كاف على زي يعني تلتلاف وستمائة على خمسة في ستين عشان حوالي ايه الثواني تساوي كم بقى لحسبة اتناشر امبير